في هذا المقام يكون هذا الحديث به نوع من أنواع فتنة الناس وإثارة الجدل أم يكون نوع من أنواع يعني دعوة الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى علّهم يجدون في هذا ما وجدوا والله نحن ندعوهم إلى طريق الله ولكن لأننا لا نضمن ولا نأمن إن كانت هذه رؤية حقيقية أم لا لأنه من الغالب أنها قد تكون تخيلات أو توهم أو عمل سيطان الله أعلم في مملكة الدرويش بالنسبة للدكتور أحمد عمر هاشم من أبرز الدرويش سواء اللي عصرتهم واستشعرت فيهم القرب الشديد لله سبحانه وتعالى وترك الأثر الطيب أو في أعلام الصوفية الكبار والله أنا فاكر أن كان الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الأسبق رحمه الله الإمام عبد الحليم محمود كان في مولد سيدنا الحسين يقابل ابن عمي الشيخ سعيدة أبو هاشم علي رحمة الله وكان من ضمن المتدرويشين فكان يضحك وإياه ويتبصل له إيه أخبار الدرويش السنادي بها يحكينا عليهم فيحكي له على بعض أشياء ثم إن الذي تحصل له كرامة أو شيء من هذا الزي الأمور الخارقة لا يحدث به الناس ولا يقوله لأحد بل يجعله سرا بينه وبين الله ويسر هو به قد يعلمه الناس حين يكون أمرا من الأمور الظاهرة لا مانع منها من حاله يعني آه من حاله بعض الشخصيات كانت مشهورة بأنها تزور الأولياء تزور آل البيت رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد شخصيات سياسية شخصيات عامة في المجتمع في ذكريات الدكتور أحمد وعمر هاشم مين أبرز الشخصيات دي؟ أبرز الشخصيات الدكتور عبد الحليم محمود كما قلت لسيادتك آه وكان وهو شيخ الأزهر لا يذهب إلى مكتبه إلا بعد أن يذهب إلى مسجد الحسين ويصلي ركتين آه آه شكرا